اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فينكتب void void معناها ولا شيء والنوع الثاني اللي يعتبر زير المتغيرات عنده النوع المتغيرات كلها integer float double string char اي حاجة طب مثلا ناخذ دالة الاولى اللي بنسويها من نوع void اللي ما تعطي حاجة فنكتب void بعدين اسم الدالة فنسميها مثلا say وبعدين داخل القوسين نقدر نكتب اي متغير ثاني عشان نمررها داخل الدالة فنبغى نمرر متغير من نوع string ونسميه msg اختصار لمسج وبعدين نكتب print message نشوي save ونطلع هنا نكتب say نكتب بس hello نشوي save ونروح للليونيتي زي ما تشوفوا عندنا في الكاميرا حطات الاسكريبت فنشغل لعبة كتب لنا hello طيب نرجع مرة ثانية فلو نبغى نسوي دالة تربيعية يعني زي ما نمثلها في الرياضيات f of x يسوي x اس اثنين او x ضرب x فنمثلها بدالة اول شي نختار هل نبغاها انتجر او float او double فمثلا نقول نخليها انتجر ونسميها power two يعني اس اثنين وتاخذ متغير من نوع انتجر اسمه num زي ما تلاحظو الدالة هذه كان نوعها void يعني ما تعطينا اي قيمة اما هذه انتجر فهذه الدالة لازم ترجع قيمة من نوع انتجر فنكتب return القيمة المعينة في هذه الحالة نرجع num ضرب num يعني الرقم مضروب في نفسه وعشان نطبع هذه النتيجة نستخدم الدلتين مع بعض say power two ونكتب خمسة مفروض نرجع لنا خمسة وعشرين لانه تروح الى هنا النادي power two المتغير num بقيمة خمسة فيضرب خمسة ضرب خمسة ويرجعها في هذه القيمة من نوع انتجر فتكون النتيجة خمسة وعشرين ولكن في خطوة زيادة زي ما تشوفون هنا مكتوب say بعدين تقبل المتغير من نوع string وهذه الدالة ترجع لنا متغير من نوع انتجر فلازم نحولها لنص أو string نكتب dot to string ونرجع نشغل اللعبة زي ما شفتو كاتب لنا خمسة وعشرين اللي هي القيمة اللي رجعتها لنا دالة power two وهذه نهاية الدرس اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار او مشاكل واجهتوها يكتبوها في الكومنت تحت واذا ما انتم مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوه عشان توصلكم دروس زي هذه اول بول كاما معكم عمر بالفقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته